صباح الخير احنا اليوم في منطقة بالقرب من مقار الأمم المتحدة على بحر مدينة خنيونس اليوم الجمعة 24-11 مفروض انه الهدنة الانسانية بدأت الساعة السابع صباحا اتحركت عشر سيارات اسعاف من مركز مدينة خنيونس مركز اسعاف مدينة خنيونس للمنطقة اللي احنا فيها على اساس الانطلاق برفقة سيارات وموكب الأمم المتحدة لاجلاء تقريبا عشرين مصاب وجريح ومريض من مستشفى المعمداني في مدينة غزة احنا الآن بانتظار الحصول على التنسيق للانطلاق لمدينة غزة بنتمنى طبعا انه طواقمنا تروح وترجع بالسلامة ما يصير فيه لهم اي احتجاز او ضرب زي الحلاك اللي صارت مسبقا ما يصير فيه اعتقال لأي زميل من زملائنا ان شاء الله كلهم بروحوا وبرجعوا وبيجلوا المصابين اللي فيه حاجة للرعاية الطبية العاجلة صباح الخير اليوم الجمعة 24-11 مفروض انه الهدنة بدأت الهدنة الانسانية حاليا احنا في منطقة على بحر مدينة خنيونس في انتظار الحصول على التنسيق للانطلاق لمدينة غزة لاجلاء المصابين والجرحى والمرضى من مستشفى المعمداني الكلام صار على اساس انه يتم اجلاء 20 مصاب وجريح او مريض مع واحد تقريبا من ذويهم او الاشخاص المرافقين لهم احنا في انتظار الحصول على التنسيق حاليا للانطلاق لمدينة غزة السيارات الهلال الاحمر الفلسطيني الموجودة حاليا هي 10 سيارات اسعاف من مدينة خنيونس